محمد عبد المنعم قلب دفاع النادي الأهلي بينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المقبل كان من فترة طويلة تم فتح ملف المفاوضات معه لتجديد التعاقد وتقال له هنرجع لك مرة تانية ولكن لسه ما حصلش اللقاء ده ما نعلمه هو انه ما بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا سيحدث بدء التفاوض من جديد علشان يتم تمديد التعاقد جلسة في التانية في التالتة ما أنا علامه برضو هو ان اللاعب بينتظر عروضا رسمية تصل في الأيام اللي جاية سواء من فرنسا أو من ألمانيا دول المكانين اللي فيه أندية فتحت مصار مفاوضات مع وكلاء اللاعب في الفترة اللي فاتت وانه رغبته الأولى هو الاحتراف أوروبية وان الخليجي المرحلة التانية لو كده لكن هو بيرغب في خوض رحلة الاحتراف وده كان أبلغه بشكل أو بآخر لإدارة النادي الأهلي في وقت سابق ولكن هنشوف إلا هيحصل في الأيام القادمة بمناسبة محمد عبد المنعم أو في الأهلي يعني فالكابتن خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي غرم عمر السلية وإحسن الشحات بسبب رد فعل الاتنين سواء الأول عمر السلية بعد استبداله ونزول إمام عشور اللي هو استبدال الرد الفعل الغاضب اللي هو رمع البوكس كده وهو على الأرض قدامه إزاست المية أو حسين الشحات اللي لما تعمل التغيير الأخير لأ إنه مش هيكون لي دور فأبدأ استياءه برضو بطريقة انفعالية بالمناسبة الموضوع ده يعني أنا ما بحسش إن أنا إنه ممكن تقرص على اللعيبة قوي فيه مدام مش تصرف غير أخلاقي هو تصرف غير انضباطي مفهوم وبالتالي بتحصل فيه حاجات لائحية زي قرار عقوبة على الشحات والسلية لكن ما بحسش إنه يستهل أكتر من وقته بكتير أو أكتر من الكلام فيه بكتير لأنه كل لعب بيكون لي ظروفه في أسباب إنه مستني إيه فبيطلع رد فعل وقت السخونة أحيانا السلية مثلا إنه عايز يبقى في الملعب مددى من فكرة إنه هو يعني في مراحل مسيرة أخيرة مع الأهلي ربما فبالتالي ده بيديقوا إنه بيبقى عايز يكمل الشحات عشان عايز يحس إنه رجع من الإصابة فبيبقى خد السخونة بتاعة أفريقيا لكن في النهاية غير انضباطي مظبوط غير انضباطي فاتخاذ القرارات بتبقى تبقى للائحة بتبقى أمر مهم ليه؟ علشان ما يأثرش على باقي الفريق ده سبب القرارات اللي بتتخذ فيه مثل هذه الأمور بالمناسبة كولر بيفكر إزاي في قرارات